بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في فيديو جديد حلقة النهاردة هي الجزء الثاني لحلقة أجمل أفراص في العالم في عروض الجمال لعام 2021 والترتيب هنا على حسب الدرجات اللي حققتها كل فرص في التقييم خلال مشاركتها في أهم البطولات العالمية طبعا الترتيب اختلف عن الحلقة اللي فاتت وفي أفراص جديدة ظهرت في الترتيب تابعوا الفيديو معي للآخر ومستني رأيكم في التعليقات وقبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر مزيد ان شاء الله أفضل أفراص في العالم في عروض الجمال لعام 2021 حسب الدرجات اللي حققتها كل فرص في التقييم رقم 11 الفرص البطلة بروتيكجا بنت الاسطورة اكستيرن من الفرص بنترا وهي موليد عام 2017 انتاج وملك مربط ميخالوف في بولندا حصلت على المركز الرابع في بطولة منتون الدولية في فرنسا وتقييمها في العرض 93.17 رقم 10 البطلة العالمية الفرص رحاب الناصر بنت الاسطورة مروان الشقب من الفرص رمال الناصر وهي موليد عام 2007 انتاج وملك مربط الناصر في قطر وحصلت على البطلة الفضية في مهرجان كتارة الدولي وتقييمها في العرض 93.17 رقم 9 الفرص البطلة اي جاي تاريم بنت الاسطورة اميرالد جاي من الفرص اسبينيلا وهي موليد عام 2016 انتاج وملك مربط عجمان في الامارات حصلت على البطلة البرونزية في بطولة دبي الدولية وتقييمها في العرض 93.20 رقم 8 الفرص البطلة بريميرا بنت الاسطورة ايدن سي من الفرص بريريا وهي موليد عام 2009 انتاج مربط يانوف بودلاسكي في بولندا وملك مربط هنايا في سويسرا حصلت على البطلة الزهبية في بطولة اوروبا بفيرونا وتقييمها في العرض 93.20 رقم 7 الفرص البطلة دي شيهانا بنت الاسطورة اف اي الرشيم من بطلة العالم الفرص دي شهلة وهي موليد عام 2017 انتاج وملك مربط دبي في الامارات حصلت على البطلة الزهبية في بطولة دبي الدولية وتقييمها في العرض 93.20 والبطلة الزهبية في بطولة ابو ظبي الدولية وتقييمها في العرض 91.67 رقم 6 بطلة العالم الفرص مزن البداير بنت الاسطورة اس ام اي ماجيك وان من الفرص متى هاري وهي موليد عام 2014 انتاج مربط البداير في الامارات وملك مربط الوجبة في قطر حصلت على البطلة الفضية في بطولة العالم وتقييمها في العرض 93.36 والبطلة الفضية في بطولة منتون وتقييمها في العرض 93.50 رقم 5 الفرص البطلة ألسة بنت الاسطورة كحيل الشقب من الفرص ألميدا وهي موليد عام 2013 انتاج مربط يانوف بودلاسكي في بولندا وملك مربط هنايا في سويسرا وحصلت على البطلة البرونزية في بطولة منتون الدولية وتقييمها في العرض 93.58 والبطلة البرونزية في بطولة أوروبا وتقييمها في العرض 92.80 والمركز الرابع في بطولة العالم وتقييمها في العرض 92.86 رقم 4 الفرص البطلة ويلدونة بنت الاسطورة شانجهاي اي اي من الفرص البطلة ويلدة وهي موليد عام 2017 انتاج وملك مربط ميخالوف في بولندا وحصلت على المركز الرابع في بطولة دبي الدولية وتقييمها في العرض 93.70 والبطلة الفضية في بطولة الشرق الدولية وتقييمها في العرض 92.63 والمركز السابع في بطولة منتون الدولية وتقييمها في العرض 92 رقم 3 الفرص البطلة بنت هازي الخالدية بنت الفحل البطل البلاسيو في او من الفرص هازي الخالدية وهي موليد عام 2013 انتاج مربط الخالدية في السعودية وملك مربط الخشاب في الكويت حصلت على البطلة الزهبية في مهرجان الملك عبد العزيز الدولي وتقييمها في العرض 93.20 والبطلة الزهبية في بطولة الشرق الدولية وتقييمها في العرض 93 والبطلة الفضية في بطولة دبي الدولية وتقييمها في العرض 93.70 رقم 2 الفرص الأسطورة دي عزيزة بنت الأسطورة عجمان مونيسيوني من الفرص ميدنايت كيس جي وهي موليد عام 2009 انتاج مربط دبي في الإمارات وملك مربط هناية في سويسرا حصلت على البطلة الزهبية في بطولة منتون الدولية وتقييمها في العرض 93.75 رقم 1 بطلة العالم الفرص الأسطورة نفط النايفات بنت الأسطورة عجمان مونيسيوني من الفرص البطلة إيجر ريج باشيوناتا وهي موليد عام 2011 انتاج سيندي مجاون ومارك ديفيز في الولايات المتحدة ومملوكة لمربط الجاسمية في قطر حصلت على البطلة الزهبية في بطولة العالم وتقييمها في العرض 93.93 والبطلة الزهبية في مهرجان كاتار الدولي وتقييمها في العرض 94.17 وكده انتهت سلسلة أفضل الفحول والأفراس في العالم في عروض الجمال لعام 2021 واستنونا في الفيديوهات الجاية في سلسلة أفضل فحول وأفراس عام 2022 وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو واستنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الحيول العربية نتمنى الفيديو يكون عجبكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو وشكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته